ليدخل بعدها في عالم الأعمال يعمل جاهدا على مساعدتها التجار وروادي الأعمال الجزائريين الباحثين عن الاستثمار والخبرات في كل المجالات قناة النهار تقربت منه ورصدت مايالي في بورتري ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة هذه ننضر في 500 كيلو كالوي والدريج سيسحق بين 1400 إلى 1600 على حسب النشاط التاعه في نهار كومبليت في هذه التجربة الاجتماعية أخذنا صوراً لبعض اللمجات التي كنا قد التقطناها من أماكن متفرقة في المدارس الابتدائية وكانت وجهتنا أخصائية تغذية قصد معرفة كمية الكربوهيدرات والسعارات الحرارية في بعض العينات توفير وجبة غذائية متوازنة لصحة الطفل هو ما يوص به الأخصائيون وإلا سيكون الطفل عرضة لعدة أمراض الجامعة يتمدوا لولادكم حاجة حلولة على معدى فارغة وعلاش؟ علاج الحكاية الأنسولين اللي يطلع وريح ينشط بزاف هذا كلبين كرياس يتعبوا ويدخل جسم تعلو الأطفال في إرهاق وفي خمول إرهاق والتركيز تاعه ينقص ويقول لي بعيد الشرع ليكم يعيش بالأنسولين طول حياته ومعرض للسمنة فطور صباح يجب أن يكون بروتينات صباح خطر البروتينات يشبعوهم قد تسير بعض الأمهات بمنطق يأكل كمية كبيرة حتى لا يجوع خلال الدراسة لكنها لا تعلم أن النوعية أهم من الكمية والنوعية يمكن تحضيرها بتكاليف بسيطة إذن مشاهدنا الكرام ننتقل بكم إلى الملف الثاني للنقاش لموعدنا الإخبار للنهاري اليوم التي تتمثل محاوره في المكملات الغذائية لدى الأطفال المتمدرسين وانعكاساتها على صحتهم التغذية الصحية لدى التلاميذ هل تؤثر على النشاط الفكري النمط الغذائية الأفضل لنمو الطفل وتطوره حسب العمر ومستوى النشاط يعني كل هذه النقاط سأناقشها مع ضيفتي في الأستوديو بن قديح ياسمين طبيبة مختصة في التغذية أهلا بك سيدتي وشكرا على قبول هذه الدعوة شكرا لكم على الاستضافة اليوم نحن نتكلم على التغذية الصحية وعلى تأثيرها على صحة يعني اليوم أستاذي أننا نتكلم عن التغذية الصحية يعني سؤال مباشر ما هي علاقة التغذية الصحية بالنشاط الفكري أو الذهني للطفل ناكو الغذائية الصحية تزيدنا في التركيز وعلى ش تزيد في التركيز عندنا المخ فيه 80 بالمئة دهون مخدوم بالدهون وطاقة تعل المخ هي السكريات سكريات بسحنا نقول الكربوهيدرات ماشي سكريات كي يقولوا سكريات سي السكر الأبيض يروح لتفكير تعنى السكر الأبيض لكي تكون الوجبة متكاملة متوازنة لازم تكون الوجبة تكون فيها بروتينات 20 بالمئة بروتينات 30 بالمئة دهون صحية و50 بالمئة كربوهيدرات وعليش الكربوهيدرات لي بزيف بس كل الطفل يسحق الطاقة باش ينمو وباش النشط والتركيز الدهني إذن اليوم أيضا نتكلم على نظام غذائي يقابله سعرات حرارية أو كما يسمى الطاقة الكامنة في الغذاء هكذا تسمى السعرات الحرارية يعني الأطفال اليوم كيف يتم احتساب السعرات الحرارية في الجسم كم يحتاج الطفل اليوم سعرات حرارية هل هي نفسها للإنسان البالغ أم الطفل عنده سعرات حرارية أكثر أم أقل يعني كيف يتم حسابه السعرات الحرارية بالنسبة للطفل هي تتغير حسب نشاط الطفل حسب الطفل يكون ولد الجنس ولد ولا طفلة يكون رياضي ولا لالا ويكون على مرحلة النمو دونك سعرات الحرارية تتغير من طفل إلى آخر يتكون بين 1400 إلى 1600 سعرات حرارية في اليوم ويجب أن تكون الوجبة فيها خاصة البروتينات والدهون الصحية البروتينات هي اللي حاتبني الجسم تبني العضلة تبني الغشاءات الخلايا الدهون الصحية لازم تكون من صفار البيض تكون من زيت زيتون هذه اللي ريحة تتاني تتزيد في النشاط وتتساعد في نمو الخلايا العصابية دونك مام في السيالة العصابية نسحقوا كامل هذه الدهون دونك والكربوهيدرات نزيدوها للطاقة للطاقة باش للطفل يقدر يجري يتنفس يتبع في القسم التاعو وشنو الكربوهيدرات لازم نبتعدو ونتفاداو السكر الأبيض كاين ما مسكونا بال السكر اللي مخفي تطيلو قطعة خبز أبيض هو ما عندوش لقوه حلو وفي بالك ماشي سكر ألوك الخبز الأبيض هو السكر مية بالمية ألوك تطفل كياكل حاجة حلوة طيب شفنا بالأمهات تعطي لهم لونجة تحم هاداك الجو كواسان ولا تعطي لهم لبيسكويت هادوك هادوك قنبلة تاع السكريات رايح يخدم 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 البنكيرياس البنكيرياس وش رايح يدير أنا كين أعطي للطفل هاداك كمية من السكر طوك هاداك السكر كياكلو يجب البنكيرياس يفرز الأنسولين باش تخرج لي غرام واحد من سكر في الدم ونانا نعطي تلوت في هاداك باكزابل اللونجة اللي شفناها ستين سبعين غرام سكر في جسد هاديك اللونجة تكتورة في هذه النقطة بالتحديد يعني كين واحد الفكر خاطئ أو شائع يعني عند الأمهات يقول لك يعني طفل صغير ما زالوا يجري ما زالوا يلعب يعني يقول لك يحرق يحرق وما يأثرش عليه هل هذا صحيح؟ يقدر يكون صحيح وماشي صحيح يحرق صح الطفل يحرق راهو في مرحلة النمو وكل ما راهو يبني العضلة عضلة هي راح تحرق تحرق بس حنحن تعبون بين كيرياس تاعو دايوغ هاد الداغني أخذاني هادو ران نشوفوا الأطفال راهو يجيهم السكر من النوع الأول سوف يجيهم بين كيرياس تاعوهم يحبسوا يولي ما يخدمش علاش؟ علاجة للأغذية اللي رهم يأكلوها الجو الحلوة هادو البسكوي الخبز يعني النظام الغذائي في مجماله خاطئ خاطئ في المجماله وليسخطو الجو والقازوز هادو قنبلات سكريات الغلو الطفل يولي كل صباح ملي ينود وهي البنكرياس يفرز ذلك الأنسولين وبعد الأنسولين غير يبدأ يعود يولي إلى القيمة التيعو العادية في الدم هادو الطفل يحس بخمول إرهاق يقولي يقول لك عييت يعني نرعش حب طحلي السكر يحوس يزيد يأكل يعاود يجوع وتم يخفض يتنقس له التركيز يقولي ما يتبعش الدرس يقولي خمم غير في الماكلة يعيا حتى يعاود يأكل يعاود يطلع هذا الأنسولين ويزيد يطلع هذا الأنسولين ويجوز في الوقت هذا الدراسي خلاص يروح له التركيز يروح له يروح له يولي مشاطة ذهني مشاطة ذهني نعم دكتورة يعني اليوم يعني تتحدثين عن نظام غذائي خاطئ يعني المهمة اليوم قبل الأطفال هي مهمة الأولياء يعني في اختيار أو انتقاء الأغذية اللازمة للإبن أو الطفل يعني اليوم نشوفه الأب أو الأم يعني تشرب يعني مشروبات غازية أمام الطفل تحا يعني العصائر هذه هم المصنعة أمام طفل تحا يعني من غير الممكن يعني يكون نظامين غذائيا في المنزل صح صح الطفل يتبع وش يجيو وش يديرو والديهم وش يشراء للأبد في الدار ولا وش طيبة الأم هذاك وش رايح يأكل والطفل كما يوالف إلا والف الحلو مصغر يريح يحوص غير على القول وتع السكر يحوص على القاطو يحوص على الجو وش يحوص على لذلك نحن يجب من الصغر أن يطلق الخضروات الخضروات والفواكه نحن للمعظم الأطفال يحبون غير البط الرز الفخيت هذا نظام خاطئ يجب أن الخضروات يجب أن يكون فيها الفيتامينات المعادن والأملاح المعدنية مثل الفيتامينات كما الفيتامينات B1 B12 B9 B6 يجب أن يدخلوا في يخدموا الأعصاب هذا الطفل الذي لا يأكل الخضراء لا يأكل الخضراء يجب أن تنقص المعادن والفيتامينات في الكور حتى الألياف آه كما يجب أن تنقص من هذا البيكت الإنسولين الذي قلنا ما من الألياف تعاون بالداوين الإمساك وتعاون بالزاف وخاصة العديد من الأطفال يتبعوا المذاق لا يتبعوا القيمة الصحية أو لا يعرف وثانيا اليوم مثلا الخضروات تكلموا عن الخضروات أغلب الأطفال يقول لك ما نحبش الخضروات وما نأكلهاش يعني ربما ما ولفهاش دكتورة ولا يعني المذاق تحتاني يزيد ما ولفهاش بس كل مذاق تحتك واحد كينحل المذاق تحت السكر في لسانه وخلاص ما يتعوج على هذا المذاق السكر يقول لي يتمتع بالمذاق تحت الخضراء واحد اللي معود غير يشرب القيز يشرب الجو يشرب شغل هذا يخبيلوا المذاق تحت الخضراء من أكوتي لأن الطفل لازم مصغر يتعود على الخضراء أنا في العيادة يجون الأطفال كما يأكلوا الخضراء كما يأكلوا يأكلوا خير هذا لباط الخب وهذا وجبة غير متوازنة غير متكاملة الطفل يحتاج إلى وجبة متكاملة باش ينمو ينمو هو ينمو المختاع ينمو وعكوتي من التغذية لازم يكون عنده النوم النوم بشكل صحي صديق الطفل ما يصعرش عندي هورمون النومو بتتفرز بين العشرة الليل حتى الفجر الطفل اللي يصعر ما يحشي يستفاد مع هذيك هورمون النومو هورمون النومو رح تنشق رح تندير له النمو العضام دياله العضلات تاع المخ تاع لك الطفل اللي ما يرقوش في الليل ويبات صهران هذا قدفه تلقاه قصير لقامة ما يطوالش تلقاه ما يكون سنتريش يجري ما يقدرش ما يقدرش يقرام عندي النومو وصي عنده تأثير كبير مع التغذية السليمة والرياضة الرياضة تانيك وعليش الرياضة مليحة بس تنشط الدورة الدموية هذيك الدورة الدموية كيتنشط دلع الأكسجين من المخ دوك هذك المخ يتلقى كمية كافية من الأكسجين داك دوك تانيك قلنا الأطفال اللي ما يكلوش بغ كما قلنا كارنس ينقصوا في الفيتامينات السخ والمعادن سخت وسخت الحديد تلقاها معظم الأطفال عندهم بخبلم تعلانيمي يكون عنده بخبلم ديجا الطفل يكون عنده إرهاق غير يجري شوية يبدأ ما يقدر تنفس مليح ما يكون تنفس مليح هذا خمم حاجة اللولة كلها تأثر يعني على النشاط الفكري وحتى النشاط البدني وحتى الفكري للطفل الصغر يعني أنت تحدثين عن الغذاء المتكامل من جهة أخرى ظاهرة يعني اليوم وسط الأطفال المكملات الغذائية يعني يتطرقون إليها في العديد يعني من المناسبات وعلى مدار السنة يعني يجيوا فروض يجيوا امتحانات يروح يكون مكملات غذائية ربما حتى بعض الأولية يعني يقول لك كما وش ملح نشيلوا مكملات غذائية يعني الظاهرة كيف تفسري عليك الدكتور المكملات الغذائية اللي ما نقدروش نعطوها هكك سيستيماتيك من للطفل ولم العبد كبير حتى نديرو التحاليل باركزمبل الفيتامين دي الفيتامين دي لو كان النسبة تحا تفوق لانرمال يقدر هشاشة العظام يقدر 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 على قلب التعقيد وكاين تانيك الفيتامين ا الفيتامين ا تانيك هادو فيتامين د والفيتامين ا ملاح للمناعة ملاح تانيك للنمو ملاح للنمو الطيفل وشنو ما ننجد همش هكذا كما نعصي توجو ندير التحاليل مقبل ما نعطي مكالم الغذائية كاين مكاملات غذائية وحد داخل لا ماليش المانيزيوم المانيزيوم ماليش مان منحللوش المانيزيوم في الدم بس كل مانيزيوم تلمو يدخل في كل الغياق سانشيمي تعل الكور الجسم الإنسان يكون ناقص يكون ناقص في الدم دوك ماليش نقدر الجسم يسحق بكثرة أو الدورية المانيزيوم المانيزيوم نقدر ندير وشنو كندير زعمك نكوغ نتعاد للمكملات الغذائية ندير شهر ونحبس شهر ندير شهر ونحبس شهر ولكن في غيم الولد والطفل ناقص في المعادن هادو نقدر نروح لتلت شهر بس حنحبس تلت شهر داكو كاين أوسي كي تخبي أنا مم نعطيهم الأطفال في العيادة وكل الأوميغا 3 الأوميغا 3 هي أحماض دهنية متكمنة مزوج أحماض دهنية أساسية عندك DHA والأو با DHA هي اللي تروح على صحة الدماغ رح تتنمو المخ ويزيد السيالة العصبية والطفل يركز مليح ويمليح لكل خلايا الجسم والأو با مليح لصحة القلب هادو نقدر نعطي للطفل هما سيتلقاهم سيدي سيغو تطيلهم خمس مليلي لتر في نهار ويكون هادو نقطة أخرى دكتورة سمحيني فقط يعني اليوم نتكلم أيضا عن المكملات الغذائية المرتبطة بالذاكرة والحفظ ويعني ونشوفه حتى يعني العديد من الإشارات في مختلف مواقع توصول الاجتماعي يعني قل لك يعني هذا مكمل غذائي باش يردك تحفظ تمتم وتولي تحفظ مشيحة مشي المكملة رح يخليك تحفظ بسهولة هي كيكون عندك نقص في هاداك المعدن ولا هاداك الفيتامين في الكوخ سيديخ ديجا من الأول لازم يكون الطفل عنده تغذية صحية باش يكون عنده النمو في كل الأعضاء التوعو سقطو المخ دوك هذا الطفل لو كان حييته قعم هيكل شمليح وهو معرض ديجا لكارنس هاديك من يأخذ هاداك المكمل غدائي محش يأخذو اليوم غدوة يبدأ يحفظ لك هاداك لازم يأخذو ديجا تلتشهور مقبل ما يبدأ ويديرو الفروض وما يقدر يبدأ يدخل للاختبار باش هو يعود هاداك النقص اللي عنده في الجسم التاعو حتى يعني تناول بكثرة أو الأفراط في التناول يعني هذا أمر سلبي يعود بالسلب على سوان الجسم أو حتى على المستوى ذهني آه وي 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 كشو كل حاجة فيها صديق لا إفراط ولا تفريط لا إفراط ولا تفريط والا لا إفراط ولا تفريط عندك باراك وش نقدرون نديرو كيما كيدخل الخريف يدخل الشتاء نقدرون نطولهم وكمينة شوال الفيتامين سي هاداك باش نحميوهم مليق غيب نحميوهم من المرض تعالشت سعلا هاديك وي بوتات خزعمك تمتم سافا بس ترفع لي الماناعة بس حزامك باش نعطيلو مكمل غذائي باش يولي يحفظ هاداك تقيقات ولي تخدم فيه هاديك مكمل غذائي يخذ من بك ويكون الطفل ديجا يكون عنده توازن في الغذاء توازن الغذاء تاعه ونزيد له شوية هاداك النقص يعني هناك مكملات غذائية وكاين ظاهرة أخرى أيضا يعني الخلطات الأعشاب اللي نلقوها عند العشابين هذا أيضا أمر أو نقطة يعني تستدعي الالتفات خاصة لدى الأطفال لدى الأطفال كان أعشاب ماشي ملح للصحة كان أعشاب بايزنبر كانوا يجوني أنا في العيادة باش يسمانوا وهذه العشبة فيها لكورتيكويد لكورتيكويد مضرة للصحة نداوي بها لكننا نداوي بها أعراض وما نفوت خمس أيام في محلها ما نفوت خمس أيام سبع أيام كي يكون مثل المالادي أغيز يأخذ على ضربة وكي تكون مالادي كخوني نشربوها ومبعد نحبسوها نحبسوها بلاعقل 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 هذا الدفوات يلقو عشبات اللي فيهم هذو كورتيكويد ويرشربوها شحال شهر خمسة شهور ستة شهور سنة منها ليحبسوها يجيهم أعراض نعم يقدروا حتى لم يحبسوها وهذا أيضا الحديث يقودنا إلى انتشار السمنة المفرطة لدى الأطفال اليوم فيما أكيد تعود للأسباب التي تقدمت وتحدثت عنها من قبل السكريات بكثرة والنظام الغذائي غير المتكامل يعني العجائن بزاف الخبز بزاف يعني اليوم من نصيحة خاصة لهذه الفئة يعني هل يستوجب حمية غذائية أو يعني هناك مشكل آخر يعني إذا ما تكلمنا في الحمية الغذائية خاصة الأولياء يعني الإبن تاوي يستعطفه يمشي معه بالعاطفة يقول لك يعني ما نقدرش نحيله يقول لي يعني جعت يعني ما نقدرش نحيله يعني يعني يدخل فيه مشكلة وحد آخر يعني دائما المشكلة مرتبط بالأطفال والأولياء هي حاجة الأولى ما لازمش في يوم في يوم وآخر تجيل للطفل وتنحيله كلش يزي يكون بالتدريج ولا الطفل منزل صغير لازم يتعلم مصغير مصغر العادة الإيجابية ندخل مصغر الخضر والفواكه هذي ما لازمش الطفل بايزام يجي يجب نقطة مليحة ولا يقر مليحة نحن نشري له شيكولا نحن نشري له شيبس هذا الطفل يوالف بالكادو يكون حاجة حلوة يجب نبدل هذه العادة لازم نطول الوجبة تكون الصباح سخط الصباح لا الجامي يطول وجبة فيها سكريات على معدى فارغة جامي 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 توجه الطفل يصحى من النوم كان صايم الليل كامل قلنا الهرمون النمو يكون طالع هذك الهرمون النمو يبني الجسم يبني العضلة كي يصبح للطفل يجي يحبط على الفراغ هذا الهرمون النمو يحبط يطيح ويطلع الانسولين عندي هرمون النمو والانسولين يلعبو شغل البالانس يطلع واحد يحبط لاخر لازم توجه الهرمون النمو يطلع لطفل ينمو بصحة جيدة كل ما نأكل حلوة يحبط هرمون النمو كل ما نأكل دهو النمو يحبط هرمون النمو يجب بالرياضة يطلع النوم الجيد يطلع والغذاء الصحي نحن نبتعد على السكريات السكريات لا نحي كل للطفل يكون 80% من الغذاء الصحي 20% يجي وليمة خرجة هذك ما عليش بل صح الوجبة الصبح يطلع بيد يطلع فيها بروتينات فيها دهون صحية يطلع ياوغ ناتور ما فيهش هذاك سكر ويدر لبودورشية الداخل هذك البودورشية غنية بالأوميغا 3 والأوميغا 3 قلعي الدكتورة يعني حبيت نسقسيك سؤال عملي يقول لك اليوم الأولياء أنا نعطي مثلا البيض ولا الخضر ولا الفواكه لوليد يصبح ما يأكل يقعد هكذا يعني كيف ما الفعل هنا هل يخليه مع الوقت يوالف كيف يتعامل مع هذا الوضع يولف يولف اليوم يقول لك تاكل يقول لك ما ناكل يقول لك تاكل ونزيد لك شوية هذي ما عليش لك نحن وش قلنا يأكل البيض ومبعد إلى زد در خواس هذا نسق خواس شوية 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 ديجا راو عنده بدأ بالبروتين ومبعد زاد شوية هذك الكربوهيدرات السكريات هذك ما عليش يبدأ يعطلوا فواكه المجففة زبيب فئة حلو وره يحسوا كل روية كل حلويات سكريات يعني الفواكه المجففة ما فيها خطر ومليحة لصحة مليحة يعني مليحة فيها معادن فيها فيتامينات يقدر يطلوا فاكهة في صباح بسكت طفل هذك ما يحبش البيض ويقول ناكلوا فاكهة سكر طبيعي سكر طبيعي نقدر نعمله بيض ونزيد عليه شو يعسل يأكل هذك يجي هذك لقوسو خيم سحراه فيه بروتيل وراه فيه سكر طبيعي ما السكريات هذك المصنعة لبيسكوي لقاتو لجو هذك دكتورة تحدثنا كثيرا عن السكريات ربما حتى المملحات يعني عندها عندها تأثيرها خاصة يعني كما نشوف اليوم الشيبس يعني كله مالح وخاصة يعني أكل هذي المملحات في وقت متأخر من الليل ويروح ينامها كذلك المملحة توصي عندها سلبيات تاوحى عندك يزيد نسبة السوديوم في الدم السوديوم الملح اللي رايح يدير احتباس في السوائل يطلع على التنسيون والشيبس ما فيهاش غير المملحات فيها زيوت مهدرجة زيوت مهدرجة هذي تانيك ماشي مليحة لصحة الإنسان باركزمبل هذي الشيبس ولا ليفخيت زيوت المهدرجة تقعد في الجسم خمسة وستة وخمسين اليوم باش الجسم ينظف روحه من هذيك زيوت المهدرجة على هولا يأكل اليوم الشيبس وغدوة الشيبس وغدوة وغدوة ليفخيت وغير غدوة ليفخيت احس حالي يكون عنده زيوت مهدرجة مخزنة في الكوغ تاعه على هذي نسبة الأمراض زادت في كريم كنا الطفل الصغير ما شوفوش مريض حتى يبدأ يكبر كانوا يجيوها أمراض دو كان الطفل صغير يجيوها أمراض مناعية أمراض السكري من النوع الأول صغير دي جاي يبدأ بلانسولين هذي قاسي الأغذية لي أصلا حتى اليوم يعني الرضيع الرضاعة الطبيعية نقصت نقصت من الحليب مصنع وروح حتى نظام الغذائي طول حياته تلقاه مصنع مصنع ما فيش طبيعي نوع الرضاعة لازم تكون حولين كاملين وكيكمل الطفل هذا الرضاعة مازيش ناطيله الحليب الطفل ما يسحق شي يشرب حليب حتى يكمل الرضاعة من عند أمه خلاص ربما العديد من المشاهدين يستغربوا من هاد المعلومة يقول لك الحليب ولماذا الحليب الدكا الحليب هو حليب البقر يوجد كثير من المشاهدين في سن مبكر 29 عشر سن سن لماذا هذا المشاهدين هو الحليب الحليب يوجد مادات الكازين التي تغذي الخلايا السرطانية لديه لكتوز جميع الأطفال يزيد لديه لديه حليب لذلك يشوف حليب يشرب حليب يمكن إذن أن توجه الحليب ولكالكالسيوم الحليب ليس هو الذي سيقوم في العظم ويعاون لكي تزيد اللوسيف لديه لذلك نحن كاين ضد صغ سوء الماكلة نقدر نجيب منها الكالسيوم الصحي لهذا كانت ريحية فيكسة في العظم الخضرة السمسم المكسرات السمك يدوكح فيهم الكالسيوم المفيد لصحة العظام يعني بمجرد انتهاء الرضاعة الطبيعية الطفل راح ياخد نظام الغذائي العادي وكما قلت دكتور أكيد يعني يبتعد عن السكريات والمملاحات من السغة والأسياد المهدرجة أكيد يعني نقطة سيود المهدرجة اليوم يعني كيما راك تحكي نشوفوا العديد من الغذاء اللي ناكلوه اليوم يعني مهمر بالزوية المهدرجة ما هي يعني الأعراض كثرة تزوية المهدرجة في الجسم هذه الزوية المهدرجة ديجا ديرنا سمنة تقدر ديرنا تانيك السكر السكر من النوع الأول السكر من النوع الثاني والتنسون ديرنا الأمراض المناعية راح يكتر تحد الأمراض المناعية من الصغر تشوف الطفل عنده لاتيرويد عنده بخولة متاع البسوريازيس عنده الأمراض المناعية راح يزيد في بلادنا تانيك في الفلوكا اكس خمس سرطانات وهذا هو نقطة مهمة جدا يعني المشكلة اليوم نشوفوا أطفال صغار يعني بمرضة السرطان عفاك وعفنا الله وعفا كل المتابعين يعني المشكلة اليوم يعني كل المشكلة من التغذية السخيرة نقول لهم أنا دكا مع التغذية سيء الوقاية باش ما نوصلوش حتى للعلاج نبتعدو على هاد الأطعمة اللي راح يتسبب في هاد الأمراض المزمنة وعلاش بس كو المرض منين يبدأ؟ يبدأ في الأمعاء الأمعاء عندي الأمعاء فيهم 75% هرمون السعادة علاش تشوف الناس كياكلوا السكريات يكونوا فرحانين علاش يكونوا تلقاهم كيناكل حاجة حلوة آه نفطا آه هذا كتدير هرمون السعادة ومن بعد معلو وقت كيناكل بزاف السكريات عندي البكتيريا النافعة ليجي في الأمعاء تتخمر تولي بكتيريا ضارة للجسم هذيك البكتيريا الضارة عندنا الأمعاء التي عنا فيهم فيه واحد جل حق دام الفو هو اللي ما يخليش يجوز بصم كيناكلو يدير يصفي يصفي الأملاح والفيتامينات والأملاح المعدنية والمعادن يخلي الحاجة النفعة جوز للدم واللي مش مليحة تخرج عن طريق الفاندالات احنا كيناكلو بزاف السكريات هذك الجل يتحل يقولي الأمعاء التي عنات خلي تتسرب قاع المعادن اللي مش مليحة للكوغ الميتولوغ يقولي ويجوزون ويقولي ونعيطولو الانتسان باسوار كيصفايا يخليه يجوز كلش من تم ما اللي تبدأ الأمراض المناعية في الأمعاء كل واحد باش يتفادع هذا المرض لازم التغذية السليمة نعم أستاذة إذن كنت معي في هذا النقاش شكرك جزيلة شكر لمشاركتي في هذا النقاش المتعلق بالمكلمات الغذائية لدى الأطفال المتمدرسين وإنعكاساتها على صحتهم والتغذية الصحية أيضا لدى التلاميذ هل تؤثر على النشاط الفكري وكانت الدكتورة أجبتنا على العديد من الإسئلة في هذا النقاش بن قديح يسمين طبيبة مختصة في التغذية كنت ضيفتي لنقاشي في هذا اليوم شكرا جزيلا مرة أخرى على حضورك هذا النقاش شكرا على الاستضافة الله يسلمك إن شاء الله أحفدنا لجميع الله يسلمك أستاذ الله يسلمك شكرا جزيلا إذن مشاهدنا